سيد الرئيس لقد مر ما يزيد عن ستة أسابيع على بدء أعمال العنف التي قامت بها مجموعات متطرفة اتضح أن هدفها الأساسي هو إسقاط الحكم في سوريا ولقد مارست أجهزة حظ النظام والنظام طيلة تلك الفترة أقصى درجات ضبط النفس وذلك تجنبا لسقوط ضحايا مدنيين أبرياء إلا أن هذه المجموعات التي ضمت عناصر إجرامية مسلحة استمرت في قتل الأبرياء من المواطنين العاديين إضافة إلى توجيه أسلحتها لقتل الكثير من القوى الأمنية وارتكاب اعتداءات على المقار الحكومية والمؤسسات الرسمية ومقرات الجيش وقوى حفظ النظام لقد بادرت الحكومة السورية كما تعرفون جميعا إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التي مثلت ردا على المطالب الشعبية المحقة بما في ذلك إلغاء حالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا وإصدار مرسوم تشريعي جديد حول التظاهر السلمي كحق لأول مرة في تاريخ البلاد كما تم اتخاذ إجراءات لمحاربة الفساد والتجاوب مع المطالب الشعبية في قضايا تتعلق بمعيشة المواطنين السوريين وعلاوة على ذلك أحب أن أنقل إلى عنايتكم الكريمة أن هناك إجراءات حكومية قادمة أخرى من شأنها تعزيز مسيرة الإصلاح في البلاد وهذا يتقاطع تماما مع بعض الدعوات الكريمة التي استمعنا إليها من بعض السادة المندوبين الدائمين أعضاء هذا المجلس الموقر وبدلا من تراجع الجهات التي كانت تقف خلف هذه التظاهرات تراجعها أمام الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها القيادة في سوريا فإن رد هذه الجهات قد تمثل للأسف بالمزيد من الهجمات على مواقع الجيش والتدمير لمقرات حفظ النظام والقتل للعديد من عناصرها والتمثيل بجثث الضحايا ورفع شعارات تحريضية مع القتل وإحراق المؤسسات الخاصة والعامة لدي هنا أيها السادة جدول بيتضمن 51 اسما من الضحايا العسكريين الذين سقطوا برصاص المجموعات المسلحة ضباطا وصف ضباط وجنود لمن يريد أن يطلع عن هذه الوثيقة يمكن الاتصال بنا ونحن جاهزون لتزويدكم بنسخ عنها وتجاوبا مع المطالب الشعبية قام السيد الرئيس الجمهورية باستقبال وفود شعبية من كل المحافظات السورية للاطلاع مباشرة على شكاوى المواطنين والوقوف على مطالبهم وقد صدرت تعليمات من قبل الرئيس بتلبية جميع المطالب الشعبية المحقة لا بل أنه قد ذهب إلى اعتبار كل من سقط ضحية لهذه الاطرابات في البلاد شهيدا سواء كان من بين صفوف العسكريين أو المدنيين ومقابل هذه المبادرات الانفتاحية من قبل الدولة ومؤسساتها إن برى الذين يخططون للنيل من سوريا لاستغلال هذه الأجواء الإيجابية فراحوا يعبثون بأمن الوطن وسلامته واستقراره من خلال قطع الطرق وتهديد المواطنين وإجبار المدارس والمؤسسات الحكومية على إقفال أبوابها والتمادي في اتخاذ إجراءات تتناقض مع مصلحة المواطنين في الحفاظ على أمنهم وسير الحياة الطبيعية في عموم البلاد ولقد ترافقت هذه الحملة أيها السادة داخل سوريا بتهييج إعلامي غير مسبوك في المنطقة ضد سوريا وضد سياساتها الوطنية والقومية تحريض يدعم التخريب والإرهاب ويشكك بنوايا الحكومة وفي كثير من الحالات يقلب الحقائق ويحرض المتظاهرين على حرق ممتلكات الدولة والتشكيك برؤيتها للأحداث والتشجيع على أعمال عنف وتبريرها ويسعى إلى تفريغ الإجراءات الإصلاحية الحكومية من مضامينها إضافة إلى فتاوى صادرة من خارج الحدود تدعو إلى مقاومة السلطة وبنيان الدولة ولقد تزامنت هذه الحملة بالكشف عن معلومات تؤكد ضلوع جهات رسمية خارجية في التمويل والتحريض على الأعمال التخريبية التي استهدفت سوريا قيادة وحكومة وشعبا دعونا نورد على سبيل المثال أيها السادة على سبيل المثال للحصر ما أشارت إليه صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية في عددها الصادر يوم الاثنين الماضي في 18 نيسان أبريل الجاري حول قيام وزارة الخارجية الأمريكية ومنذ العام 2006 أي منذ عهد الإدارة الأمريكية السابقة بتقديم مبالغ وصلت إلى 6 ملايين دولار أمريكي لمجموعة من السوريين المعارضين بهدف تشغيل قناة فضائية تلفزيونية معارضة اسمها بردة تتخذ من لندن مقرا لها بالإضافة إلى تقديم دعم مالي من قبل الإدارة الأمريكية إلى شخصيات معارضة سورية منذ العام 2005 وذلك في إطار حملة طويلة الأجل تستهدف وفقا للصحيفة الأمريكية وأقتبس نظام الرئيس بشار الأسد انتهى الاقتباس ولكي تكتمل صورة التآمر على بلادي سوريا أذكر عناية هذا المجلس الكريم بما صرح به أحد المعارضين السوريين المقيم في فرنسا على العديد من وسائل الإعلام حول تلقيه هو شخصيا لعدة عروض من ثلاث جهات خارجية مختلفة بهدف نقل السلاح إلى داخل سوريا لقد استهدفت هذه الأحداث أيها السادة في حيز منها التأثير سلبا على الوضع الاقتصادي الوطني فتجمدت حركة الأسواق وتوقفت السياحة وتراجعت الاستثمارات كل ذلك في ظل محاولة توسيع الاضطرابات إلى أكبر عدد ممكن من المدن والقرى السورية وفي إطار المسئولية المناطب بها لحماية سوريا وحدودها مع الدول المجاورة فقد أوقفت السلطات المختصة وأعني بذلك أجهزة الجمارك الكثير من شحنات الأسلحة المرسلة للمجموعات الرامية للنيل من الاستقرار والأمن في البلاد وقد ثبت أن هذه الأسلحة كانت مرسلة من الخارج من قبل مجموعات دينية متطرفة إلى عملائها في الداخل لاستخدامها في قتل الأبرياء وحرق المؤسسات العامة والخاصة وإحداث فوضى عارمة في البلاد ولقد كان من الطبيعي والحال هكذا أن تنهض الدولة السورية بمسؤولياتها الأساسية شأنها في ذلك شأن أي دولة تتعرض لنفس التهديدات والتحديات والمخاطر وأن تستجيب لنداءات مواطنيها الذين كانوا ينعمون بالأمن والأمان ونظرا ليقين القيادة السورية بأن هذه القوى المتطرفة لا تريد الإصلاح وإنما الانقضاض على السلطة بطريقة القتل والفوضى فقد كان من الطبيعي أن تسارع القيادة إلى الاستجابة لنداءات مواطنيها الضاغطة لإنقاذهم من ممارسات هذه المجموعات الإرهابية والمتطرفة وإعادة النظام العام إلى ربوع الوطن وهذا بالضبط ما حدث في مدينة درعا التي أشار إليها السيد باسكو إذ عثرت أجهزة الأمن على كميات كبيرة من الأسلحة المتقدمة بما في ذلك قنابل ورشاشات وأجهزة اتصالات متطورة كما تم في هذه العملية اعتقال عدد كبير من أعضاء هذه المجموعات المتطرفة التي زرعت الرعب والقتل في حين فرت مجموعات أخرى إلى خارج المحافظة وقد اعترف المعتقلون بالجرائم التي ارتكبوها والمبالغ المالية الضخمة التي تقاضوها لقاء ما ارتكبوه من أعمال لا يمكن للدولة ولا لأي دولة أخرى قبولها أو اعطاء أي مبرر لها سيد الرئيس إن سوريا لا تجد أي مبرر لمناقشة هذا الموضوع أمام مجلس الأمن ولا تنظر إلا بالريبة والشك إزاء محاولات البعض اعطاء الانطباع وكأن الدولة السورية لا تحافظ على أبناء شعبها حيث مارست المجموعات المسلحة القتل والتدمير الذين أشرنا إليهما سابقا ونعتقد سيد الرئيس أنه لا يجوز لأحد توفير أي حماية أو الإيحاء بالحماية لتلك المجموعات إن الدولة السورية تمارس سياسة الدفاع عن أبنائها ومواطنها وإنقاذ شعبها من الويلات والفتن التي يخطط لها من قبل أعداء سوريا بهدف النيل من مواقفها في الحفاظ على أمنها واستقلالها السياسي واستقرارها ورفض الضغوط السياسية الهائلة التي تمارس عليها من قبل بعض العواصم في الخارج بغية تغيير سياساتها الوطنية التي تخدم مصالح شعبها وأمتها وحفاظا على حقوق جميع المواطنين السوريين فقد تم تشكيل لجنة قضائية خاصة للتحقيق في كل الحالات التي أدت إلى خسائر مؤسفة في أرواح المواطنين من مدنيين وعسكريين ممن فقدوا حياتهم نتيجة للصدامات الأخيرة إن سقوط ضحية واحدة بالنسبة لحكومة بلادي هو ثمن باهظ نأسف له ولا يمكن لنا كحكومة أن نقبل أن يكون البعض أحرص منا على أرواح أبنائنا ولقد ثبت خطأ ولقد ثبت خطأ سياسات التدخل في شؤون الدول الأخرى تحت حجج وزرائع مختلفة ونعتقد أن مثل هذه الخطب التي استمعنا إلى بعضها اليوم ضد سوريا لا يمكن اعتبارها إلا تشجيعا على التطرف والإرهاب سيدفع ثمنها الأبرياء في سوريا وفي العالم لكن الاستقرار في المنطقة والسلم في المنطقة سيدفع أيضا ثمنا لذلك إذ لا يمكن إقناعنا بأن عقد مثل هذه الاجتماعات يأتي لمصلحة شعب سوريا في الوقت الذي تفسره المجموعات المتطرفة على أنه دعم دولي لها ولممارساتها الخاطئة إننا نؤكد سيد رئيس أن عصر الاستعمار قد ول وأن شعوب دول العالم قاطبة تعي الأساليب الجديدة التي تتبعها بعض الدول للتدخل في شؤون الدول الأخرى سواء كان ذلك في إطار ما يسمى بمسؤولية الحماية أو التدخل الإنساني الذين وقفت جميع الدول النامية ضد تمريرهما في المحافل الدولية بما في ذلك في الأمم المتحدة لماذا؟ لأن التخوف كان دائما من إمكانية استخدام مثل هذه المفاهيم النبيلة للنيل من وحدة وسيادة واستقلال شعوب الدول النامية وتود سوريا أن تؤكد سيد الرئيس أن ما يجري في الواقع لم يكن بحال من الأحوال تظاهرا سلميا ولو كان كذلك أي لو أن التظاهر كان سلميا لما أزهقت أرواح هذا العدد الكبير من الشهداء من مواطنين من العسكريين والمدنيين الأبرياء كما تؤكد سوريا مضيها في طريق الإصلاح الذي تحدث عنه بعض الإخوان واستمرارها في تلبية المطالب المشروعة لمواطنيها والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم وتأكيدها على أنها لن تسمح بالإرهاب والتطرف بحصد أرواح المواطنين الأبرياء إن تداعي بعض أعضاء مجلس الأمن بحماسة قل نظرها إلى إقحام شأن داخلي سوري في بند الحالة في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية الذي يعنى أساسا بالبحث عن تسوية سلمية للصراع العربي الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية المعروفة إن هذا التداعي هو أمر يدعونا ويدعو الكثيرين معنا إلى الاستغراب والتساؤل عن سبب غياب هذا الحماس على مدى عقود لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة منذ حزيران 1967 لكن الجواب واضح بالنسبة لنا سيد الرئيس إنها سياسة المعايير المزدوجة أيها السادة وهيمنة قانون القوة على قوة القانون ولو كان هناك أدنى شك في صدقية ما نقول لما أمعنا البعض في استخدام امتياز النقد الذي يسمى بالفيتو 48 مرة لحماية الاحتلال والعدوان الإسرائيليين كان آخرها كما تعرفون قبل شهرين وتمثل بتقويض مشروع قرار دولي توافقي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة سيد الرئيس نحن ننتظر من حكماء هذا المجلس تشجيع مسيرة الإصلاح الوطني بدلاً من تجاهل هذه المسيرة وبدلاً من زرع الشكوك حول مصداقية ونجاعة التوجه الحكومي الإصلاحي المستمر الذي بدأ والذي سيستمر ونحن في هذا السياق سيد الرئيس نستغرب ونتوقف كثيراً عندما جاء على لسان المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية من إدعاء لا أساس له من الصحة ويفتقر إلى أي مقاربة تحظى بالمصداقية والجدية بشأن استخدام سوريا لعلاقاتها مع إيران علاقاتها المميزة مع إيران من أجل ما أسمته المندوبة بقمع المتظاهرين السلميين في سوريا إن هذا الربط الهوليودي لا يليق بأهمية وجدية ومسؤولية هذا المجلس الموقر المعنى بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين وهذا الربط الهوليودي إنما يعبر بطبيعة الحال عن النواية السلبية الحقيقية للسياسة الأمريكية تجاه بلادي وهي نواية لا علاقة لها بالحرص على أمن واستقرار سوريا حكومة وشعبا وبلادا أشكركم سيد الرئيس وأشكر دعوتكم لي للمشاركة في هذه الجلسة